السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لجميع مشاهدي قناة الرزق التعليمية مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنقوم بحل نموذج للفرض الأول الدورة الثانية بالنسبة للنشاط العلمي إذن هذا الفرض سنخليه لكم على شكل pdf نخليه لكم الرابط المباشر على شكل pdf في الوصف ديال الفيديو إذن على بركة الله نبدأ بالوضعية بتمرير الأول إذن لتحضير محلول الملح قامت فاطمة بخلط 10 جرام من مسحوق الملح ب50 جرام من الماء ثم قامت بتحريكه بواسطة ملعق إذن السؤال الأول الخليط الناتج متجانس أم غير متجانس إذن كان عرفا أن خليط الملح والماء هو خليط متجانس لأنه لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة إذن الإجابة ستكون في الفراغ هي متجانس ثانيا ما هي كتلة محلول الملح المحضر إذن الكتلة المحلول هي مجموع كتل مكوناته إذن ستكون عندي 10 جرام ونزيد عليها 50 جرام إذن ستعطيني 60 جرام إذن هذه هي الكتلة المحلول المحضر ثالثا يمكن الحصول على الملح من جديد وذلك باستعمال تقنية التصفيق الترشيح أو التبخر أو التبخير إذن التصفيق هو تقنية لفصل المكونات غير متجانس الترشيح أيضا هو لفصل المكونات خليط غير متجانس قتلنا عملية التبخير إذن ردوا معي البال هنا للتعليم يمكن الحصول على الماء والملح ستخصني أيضا التقنية التكاتف هنا إذن هنا بغوا فقط الملح ما عندنا شغل في الماء إذن سنجد العملية التبخر أو التبخير إذن سيتبخر لي الماء ويبقى عندي الملح في الإناء الذي قمت به تسخينه إذن خامسا أجيب بصحة أو خطأ تزداد كتلة قطعة الجليد بعد انصهارها يعني تغير في الحالة الفيزيائية للماء إذن يتحول الماء من صلبين إلى سائل إذن لا لا تتغير أو خطأ بحال بحال إذن خطأ با تمكن تقنية تصفيق من فصل خليط مكونات من فصل المكونات خليط متجانس لا بالنسبة للتصفيق هي تقنية لفصل مكونات خليط غير متجانس أيضا هذه خطأ جيم يصبح الذوبان في الماء أسرع بتحريكه إذن نعم إذن إما يكون عندي المداب إما ندير العملية لتحريك الخليط أو أصلا يكون عندي حبيبات صغيرة جدا بالنسبة للمداب أيضا تسخين المداب كان بزاف ديال العملية للممكن نديرهم باش نسرع عملية ديال الدوبان ومنها أيضا التحريك إذن صحيح كلما حركت الخليط كانت دوبان أسرع ندوز للنشاط إثنان هو في توالد الحيوانات إذن أتمم الرسم بكتابة اسم كل عضو إذن هنا عندي رسم تخطيطي للجهاز التناسولي لذكاري ألفار إذن هنا عندي العضو الأول هنا عندي قديم العضو الثاني عندي خسية اللي هي المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية وهذا العضو الثالث اللي هو قناة منوية اللي هي صلة الربط بين الخسية والقديم إذن قناة منوية ثانيا أكتب أمام مقترحة تالي صحيح أو خطأ ينتج للمبيض الحيوانات المنوية خطأ بل ينتجوا البويضات الحيوانات المنوية تنتج من طرفي الخسية إذن خطأ با يتطور جانين الحيوانات الولودة داخل رحم الأم صحيح وعندي الجانين للحيوانات البيضة يتطور أو ينمو داخل البيضة إذن صحيح قال لنا النشاط واحد هو في النشاط ديتكاتور نباتات إذن أتمم بوضع الأسماء المناسبة عندي هنا رسم تخطيطي لزهرتي البرتوقال إذن هذا العضو هنا هو المبيض مبيض مبيض العضو الثاني عندي مدقة أول عضو الثالث هنا اللي عندير سهمين هنا يعني أسدية إذن أسدية مدقة والمبيض إذن عندي ثانيا أكتب أمام الاقتراحة التالية صحيح أو خطأ اتحاد بويايدا بحبوب اللقاح يسمى إخصابا نعم إذن اتحاد بويايدا بحبوب اللقاح يسمى إخصابا إذن صحيح عندي تتم عملية الأبر بواسطة الرياح والحشرات غالبا عملية الأبر هي عملية نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى إذن تتم عملية الأبر بواسطة الرياح والحشرات إذن صحيح جيم أذكر طريقتين للتكاتور اللاجنسي لدى النباتات عندي بزاف ديال الطرق عندي الطريقة الأولى الترقيد عندي الافتسال عندي التطعيم عندي زرع الضرانات عندي زرع البصلات أو زرع الجدامير يعني غالي ناخد جوج ديال التقنيات هنا نعطي مثالين مثلا الترقيد الترقيد وناخد مثلا الافتسال والتطعيم مثلا الافتسال إذن ما كانينش غير هات جوج طرق كما قلت كين ترقيد كين الافتسال كين التطعيم كين زرع الدرانات كين زرع البصلات وكين زرع الجدامير إذن هاتش اللي كان بالنسبة لهذا الفرد وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى